أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التوصل لوقفاً فورياً ومستدام لإطلاق النار في غزة يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطع وخلال اتصال هاتفين تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين مؤكداً إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تنول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهداء في قطاع غزة وتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية من جانبه ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم معرباً عن التقديم بوجه خاص لجهود المصرية المكثفة سواء على المصاري السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً مجمل الأوضاع الإقليمية حيث أكد الرئيسان ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة واتفقها على استمرار التشاور والتنصيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم كما تم خلال اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بينهما ترجمة نانسي قنقر